بهذا الفيديو سنحكي عن كورس مراجعة المضادات الحيوية المقدمة فهذا الكورس بلغة انجليزية عنوانه وهو كورس الكتروني على مدى عشر أسابيع موجه لمختصر العيس الصحية أو الهيث كير بروفايدرز سواء كان أطباء أو صياد لأم مرضين أو حتى مساعديهم فبالنسبة لهذا الكورس أنا أعددته وصممته لحتى ونحقق هدف محدد من المشاركة فيه خلال هالعشر أسابيع سأحكي طبعا عن الغاية من هذا الكورس وحنحكي كمان عن الأهداف المشاركة فيه حنحكي عن الطريقة التعليمية المواد الموجودة فيه وحنحكي كمان عن الوصول للكورس فبالنسبة للغاية من هذا الكورس أو الكورس من خلال متابعتي إلى آلاف مختصر رعاية صحية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أنه يعني في أكثر من 500 ألف شخص يعني بيتابعوا مجهوراتنا على السوشال ميديا سواء كان على التليجرام على الفيسبوك على اللينكدين على الإنستجرام إلى آخره فوجدت مشكلة كبيرة وعويصة بصراحة حول موضوع المضادات الحيوية يعني تجي تسأل أحيانا طبيب أو صيدلاني لأي سؤال أنا بسأله كباحث يعني حول يعني المعالجة بأحد المضادات الحيوية فتلاقي الشخص ما عنده يعني الثقة حتى يجاوب يعني بدقة حول هذا السؤال لأنه عنده بالأصل ضعف حول هذا الموضوع طبعا أنا معمّم ولكن هذه المشكلة لأيتها شائعة كثير عند المختصين فهنا مؤادرين يطبقوا خبراتهم حول هذا الموضوع أثناء الممارسة بالشكل الصحيح والرشيد وخاصة نحن مثل ما بنعرف في إساءة لإستخدام المضادات الحيوية عن طريق صرفها بشكل إراشنال أو غير رشيد أو غير حكيم يعني وهذا الشيء بيزيد من مشكلة مقامة الجراثيم اتجاه المضادات الحيوية فموضوع الانتي بايتكس رزيستنس هو من المواضيع الكثير مهمة واللي شغل بالعالم ونحن شفنا هلأ بوباء كوفيد انه هذا الوباء كان فيروسي ولكن القادم بالسنوات القادمة هيكون يعني وباء بتوقع جرثومي في حال ما استطاع العالم انه هو يبتكر مضادات حيوية جديدة لحتى يعالج العصابات بالجراثيم خاصة المقاومة والمعندة فمشان هيك لحنا انا يعني اخترت هذا الموضوع فلتحقيق عدة غايات بالنسبة للمشكلة هاي اللي حكينا عنا الحل انه انك تحضر هذا الكورس لحتى تقدر تعمل مراجعة مكسفة بإشرافي تمام حتى تابع الخبرات تبعي وانا قدمتها بشكل مبسط ومسهل لانه هذا الكورس هو مقدم لا يعني مستوى يعني متوسط تمام لا هو متقدم ولا هو مبتدئ ولكن مثل ما قلنا انه الهدف منه انه نحن نعمل سد له الفجوة المعرفية عن مختصر رعاية الصحية مراجعة منسياتهم وتطوير معارفهم ايضا في حال بعض الخبرات هنين يعني ما كان عندهم ياهم بالنسبة للمتطلبات الكورس اول شي يكون تخصصك طب او صيدلة او تمريد او احد التخصصات الطبية اكيد نحن ما منقبل الدخلاء بهذا الكورس فيعني اي شخص يعني هو خارج مجال الرعاية الصحية لا يمكن انه يشارك بهذا الكورس اوكي طبعا هذا الكورس هو مو موجه للبوبلك فنحن اكيد نحن بيهمنا توعية البوبلك حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ولكن هذا الكورس هو موجه للمختصين اوكي لا مختصين رعاية الصحية انك تكون كمان ممارس لانه المشكلة هي لقيتها بشكل يعني شائع اكتر عند الممارسين خاصة بعد سنتين من تخرجهم فبتلاقي خبراتهم بالمضادات الحيوية يعني كتير ضعيفة او كمان نحن نحن نقبل طلاب اللي هنن بسنواتهم الاخيرة يعني اذا انت كنت طالب سيدة فواذا كنت بالسنة الرابعة والخمسة يledgeك تشارك بهذا الكورس اذا كنت طب شريفه ي walking madcap cum stones او السنة الرابعة مثال او السادسة هناك المتطلب التالي او دكتور سيدلي تاركد انت تشارك seوع ان كنت بسنة الرابعة او الخامسة او السادسة سنة التدريب والممارسة العملية بالنسبة لهذا المتطلب الثاني المتطلب الثالث نكون عندك الرغبة والاهتمام بمتابعة كامل الكورس على مدى الأسابيع العشرة لأنه أنا حاكم كل أسبوع وحارسل يعني تذكير على مجموعة خاصة بهذا الكورس لحتى يعني تبقى معي أبدايتد كل أسبوع أنه نحن أطلقنا المواضيع التعليمية الخاصة بهذا الأسبوع فبدأ يكون عندك الالتزام والاهتمام والرغبة بالمشاركة أوكي مو أنه تدخل ويعني ما تكمل بهذا الكورس أوكي فإذا أنت ما عندك الاهتمام أو الرغبة أو القدرة على الالتزام على مدى العشرة سابيع أنا بقول لك لا تدخل بهذا الكورس لأنه ما رح تحقق الأهداف يلي أنا حكيت عنه قبل شوي أوكي فلازم يكون عندك الاهتمام والالتزام تمام المتطلب الرابع أنك تخصص من وقتك ساعتين على الأقل أسبوعين لتحقيق أهداف المشاركة أوكي على الأقل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات على حسب بقى الوقت اللي أنت فيك تخصصه أوكي فبدك أنت تعمل بلوك من الوقت لحتى بهذا الوقت أنك أنت تخصصه لحتى تتابع هذا الكورس أوكي بالنسبة لبعض المتطلبات التقنية مثل الإنترنت أو الأجهزة الموجودة عندك سواء كان لابتوب أو مثلا كان عندك تابلت أو كان عندك مثلا موبايل فبالنسبة لسرعة الإنترنت تكون متوسطة لجيدة أو جيدة جدا أو حتى لو كانت ممتازة أكيد هذا الشيء بيكون رائع لحتى أنت تضمن مشاهدة المواضيع المرئية الخاصة بهذا الكورس بسهولة ويسر أوكي لأنه طبعا لو كان عندك إنترنت ضعيف وما لك قدران تشارك بهذا الكورس أنا بقول لك لا تدخل أوكي من الأول لا تدخل لأنه ما راح يساعدك هذا الإنترنت الضعيف أنك تابع معنا أوكي فكما مثل ما قلنا يكون عندك لابتوب أو موبايل أو تابليت لأنه المنصة الإلكترونية اللي احنا صممناها باستخدام أحدث أدوات التعليم بالعالم فهي حديثة ويعني تشتغل على هالأجهزة كلها أوكي فما في مشكلة لأنت تابعتنا على الموبايل أو أنت بتحب تتابع الموبايل أو على اللابتوب بس أنا يعني شخصيا فضل المتابعة على اللابتوب أسهل وأسلس وبيكون نعرف الشاشة اللابتوب أكبر فهذا الشي بيكون جيد أكتر بالفهم والمتابعة أوكي طيب كمان يكون عندك فاملاريتي أو المام بالتعامل مع منصات تعليم الإلكترونية لأنه إذا كمان أنت مالك متعامل مع هالمنصات من قبل أو في عندك صعوبة يعني تكنولوجية أو تقنية أو ما حتقدر تتفاعل مع هالمنصات فأكيد حتكون فائدتك ضعيفة ولكن إذا كنت أنت ملم بالتعامل مع هالمنصات هاي وبتقدر تتفاعل مع معتوياتها علم أننا صممناها بطريقة قدر الإمكان سهلة تمام ولكن بحاجة أنت لأنك يعني تتأقلم مع المنصة أول أسبوع أو أول أسبوعين لحتى تكمل معنا فطبعا هالمهارات كتير مهمة للمستقبل أن دائما بحكي عن أهمية التعليم الإلكتروني للمستقبل لأنه هو المستقبل بصراحة بالتعليم فلازم نحن نعرف هذا الشيء حتى أنا نشرت عالميا قبل أسبوعين حول تجربتنا باستخدام أحد أنظمة التعليم الإلكترونية بتقديم كورس سابقا قدمناه نحن نحن نحول الأدوية الجنيسة ويعني حيتم نشره قريبا وإذا أنت طبعا كنت شايف هذا الفيديو بعد سنة و سنتين سيكون انتشر فهذا الكورس سيكون متاح على مجلة التعليم الإلكتروني التابعة على اتحاد أصاد للدولي فمن خبرتي أنا يعني عم شارك هذه الكورسات بطريقة حديثة جدا لحتى أنت تستفيد المتطلب السابع أنك أنت تكمل جميع الواجبات المتعلقة بالكورس سواء كانت مناقشات أو سواء كانت كويزز إلى آخر يعني تكون اكتف وفعال ومو بس يعني عم تتلقى المعلومة أو عم تحضر الموضوع وبس أوكي فلازم شوي تكون اكتف بالنسبة لأهداف الكورس فنحن يعني هدفنا الرئيسي عمل مراجعة مكثفة حول المعالجة بالمضادات الحيوية على مدى عشر أسابيع سد الفجوة المعرفية عن مختصرة عايز صحية الممارسين بالذات حول موضوع المضادات الحيوية أيضا المتدربين فينهم يستفيدوا من هذا الكورس علما أنه الطلاب تكونوا بسنواتهم الرابعة والخامسة مثلا كصيدلة أو كصيدلة يعني أو الأطباء بسنواتهم الخامسة والسادسة فتلاقيهم هن لسه يعني معلوماتهم الفريش أوكي مع هيك في ضعف في ضعف لأنه بسبب تصميم المناهج التعليمية بعدد الدول العربية هو يعني أحيانا ما عم بيكون مواكب فمشان هيك نحن مو بس سد الفجوة المعرفية عند الممارسين كمان المتدربين أو الطلاب بسنواتهم الأخيرة فينهم هن يستفيدوا كمان تجهيز مختصرة عايز صحية للكورسات المتقدمة اللي حنا هقدم حول المعالجات بالمضادات الحيوية فهذا الكورس يعني مثل ما قلنا يعني هوموي اللبنة الأولى لأنه أنا حكيت سابقا أنه هقدم كثير من الكورسات الدوائية ولكن بما أنه حتكون في ترابط بينات هالكورسات هاي بشكل أو بآخر فهذا الكورس هو أساسي اللي حابب يتابع معنا بالكورسات التانية المتقدمة بالمضادات الحيوية في كورسات متقدمة ومستوعات متقدمة ولي ما عمل الكورسات الأولية ما هيقدر هو يدخل بالكورسات المتقدمة لأنه حتى يكون فهمان نحنا شو نحن نحكي لا مو أنه الله دخل بالكورس المتقدم هو ما عنده خلفية ما عنده background ما حضر هالأشياء هاي اللي احنا عملناه مشان هيك هلا عم بمشي معكم أنا خطوة خطوة عم بمشي أنا step by step step by step لحتى الكل يستفيد والكل يكون متابع معي أوكي فعنا خطة طويلة لأماد فمشان هيك نحن يعني فيه ترابط بين الكورسات والمواضيع كل هذا الهدف الخامس توعية مختصي رعاية الصحية بالمعالجة الرشيدة مثل ما قلنا لحتى نخفف من مشكلة الانتي بايتكس لحتى كمان انت كمختص رعاية صحية وقت يستشويروك المرضى كمان توعيهم لأنه هنا كمان دور بالتخفيف من هذه المشكلة أوكي طيب شكل مواد تعليمي سيكون بشكل فيديوز بشان هيك قلت لكم لازم يكون النت شوي جيد عنكم نقاشات تفاعلية هنكون في عنا جروب خاص لحتى إذا عنكم أي أسئلة كمان خارج المنصة علم أنه المنصة فيها الميزات هاي ولكن في بعض الأشخاص يعني أنا هنعمل مثل جروب يعني مثل سبورتف اكتر لهذا الكورس لحتى اللي عنده أي سؤال أو حابب يرسلني مباشرة كون قريب منه وما يلاقي أي صعوبة كمان في يعني مكان للأسئلة والأجوبة اللي عنده أي سؤال أو جواب يعني هو حابب يجعب على أسئلة مختصين تانين شاركوا بالكورس سيكون فيه السلايدات موجودين بشكل PDF وفيه شهادة مشاركة أكيد بعد تمام الكورس كاملا وأكيد شهادة المشاركة ستساعدك أنك نضيفها للسيفي تبعك أو إذا ما بدك نضيفها للسيفي بس هي أساسية نحن معنا ببرنامجنا وعلى طول الأشهر والسنوات القادمة بالكورسات الثانية اللي نحن عم نعملها لأنه أتلكم فيه ترابط فإذا أنت ما حصل على شهادة المشاركة هاي فأما أنك تعد هاي فأما أنك تريد الكورس مرة ثانية اللي حتى تحصل عليها أو يعني ما حتقدر تتابع أنت الكورسات المرتبطة بهذا الثيمة هذا الموضوع موضوع أوكي فهذا الشيء لازم تعرفوا من هلأ أوكي فشهادة المشاركة مهمة للاستمرار معنا بكورساتنا القادمة موجود على جميع وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان على لينكدن على الفيسبوك كمان هون رابط التواصل معي على المسنجر حتى هون قناتنا على على التليجرام موجودة في كونتون وتواصل معي على الإيميل الطريقة اللي بتحبوه حتى أنا موجود على الإنستجرام تمام ففيكن ترجعوا أنتوا لهالسلايد هذا لحتى تشوفوا كل هالرابط هاي المختصرة لحتى إذا في عنكم أي سؤال أو أي استفسار أوكي فبتمنى طبعا للمشاركين بهذا الكورس يستفيدوا إن شاء الله أنا حكون معكم موجود وأنا اعتذرت عن أي فعاليات أو التزامات جديدة بهالعشر أسابيع القادمة لأنني حكون مجهول بمتابعة هذا الكورس لحتى تستفيدوا لحتى يعني الكل حتى المهتمين طبعا اللي هنا نحاببين يبل شو معنى لحتى ينتقلوا كمان بالأشهر القادمة للكورسات القادمة اللي أنا حا أعمله أوكي فبتمنى للجميع اللي حيشاركوا الاستفادة وإن شاء الله بشوفكن بداخل الكورس موسيقى